في ضفة الشرق الأوسط أوكرانيا روسيا تسحب قواتها من خطوط جبهة خيرسون إلى نهر دينيبرو سحبت روسيا بعض قواتها التي كانت موجودة على ضفة نهر دينيبرو المقابلة لمدينة خيرسون وذلك في أول تقرير رسمي أوكراني عن انسحاب روسي لما أصبح الآن خط المواجه الرئيسي في الجنوب تزامن ذلك مع تصريحات لكييف بأن طائراتها شنت 21 هجوما على مواقع رسمية في مناطق متفرقة على طول الجبهة الشرقية ومنذ أن تخلت روسيا عن خيرسون الشهر الماضي بعد 9 أشهر من بداية الحرب أصبح النهر يشكل الآن الجزء الجنوبي الكامل للجبهة لكن لم يذكر البيان سوى تفاصيل محدودة ولم يتطرق إلى عبور أي قوات أوكرانية لنهر دينيبرو وشدد مسؤولون أوكرانيون على أن روسيا كثفت القصفة عبر النهر مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي مجددا في خيرسون حيث لم تبدأ استعادة الكهرباء إلا بعد قرابة ثلاثة أسابيع من إخلاء القوات الروسية للمدينة الفرار إلى الضفة الأخرى من النهر طلبت روسيا بالفعل من المدنيين إخلاء البلدات الواقعة على بعد 15 كيلو مترا من النهر وسحبت إدارتها المدنية على الضفة الأخرى وقل مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق إن روسيا سحبت بعض المدفعية قرب النهر إلى مواقع أبعد أكثر أمنا لكن حتى الآن لم يصلوا إلى حد القول بأن القوات الروسية تنسحب من البلدات ترجمة نانسي قنقر